تغيير ألوان عرف الدواجن سواء ديك أو فرخة شو الأسباب وشو الأعراض البعض رح تظهر على الدجاج اسمعوا الفيديو الآخر السلام عليكم ورحمة الله معاكم ستيف للدواجن يعطيكم العافية للجميع طبعا اليوم رح نحكي عن موضوع الدواجن بشكل عام ليش بتغيير ألوان العرف عندها بشكل مرضي مش الشكل الطبيعي اللون الأحمر الطبيعي اللون اللي ببلش يكون الحمار يعني يصير يقلب لبياض أو لأسفرار بعرف الدك شو الأسباب وشو العوارض اللي ممكن تظهر على الدجاج وشو متبعات هذا المرض وهل هو مرض أو مش مرض طبعا كله هنشرح إن شاء الله بفيديو قصير ما بتجاوز ثلاث دقائق بالضبط إن شاء الله بتمنى من جميع الاشتراك واللايك والتعليق وحطوا لايك يا جماعة بالله عليكم حطوا لايك والله القناة كل ما لها بتنزل لورا يعني اللايك مش راح يخسركم إشي إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك والله يا الله بعنا مقدش منتعب ومنشكبها القناة والقناة كل ما لها بالنازل بسبب عدم التعليقات واللايقات كتير كتير ضعيفة وللأسف فيش تفاعل بالفيديوهات إن شاء الله إنه يكون في تفاعل من الجميع وشاكل لكل إنسان بتفاعل بالقناة وبحاول إنه يشترك فيها ويدعمها مهتم بالتربية ومهتم بالشي لأنا بقدمه خلينا نرجع للموضوع بالنسبة لألوان احنا بنحكي عن الدواجن يعني الطيور مش عن الوز أو البط بنحكي عن الدواجن الترابية اللي هي مثل الدجاج الحبش الدجاج الفرعوني أي أنواع من أنواع الدواجن الترابية بيصير عندها حالة من تغيير لون العرف تدريجي بتبلش تطلع عليه بتلاقي كل اللحميات الموجودة في وجهه بلشت تصير لونها يضرب على إصفرار فاتح يعني أصفر فاتح أو هو يعني ما يقالب للبيض بس هو بكون بنسبة الإصفرار وبصير تدريجي شو هذا السبب اللي بخلي الدواجن توصل لهيك مرحلة وهل هو سبب طبيعي لا طبعا سبب مش طبيعي نقص أكسجين عالي بطل الدم يوصل الدماغ الدم بطل يوصل الدماغ للدجاج وبلش الإصفرار لأن أغلب الأجهزة بجسمه متعطلة لا تضخ دم بشكل طبيعي لا يوجد إحمرار باللحميات الدجاج اللي هي العرف والدلايات والأشياء تكون موجودة حوالي العين أو تم الدجاج فمن هذا المنطلق نعرف أن الدجاج مريض جدا مش بس مريض مريض جدا يعني عنده أجهزة متعطلة جوا الكبد جهاز القلب يعني كل شي كل شي ما مش عام بضخ دم مضبوط وطبعا هاي الحالات ممكن تؤدي لوفاة خلال ثالث أربع أيام إذا ما تم تشخيص المرض ووضع العلاج اللازم مش تطعيم تطعيم أتناء المرض ما بضبط ولكن يمكن نحط إحنا علاج لازم مثل نعرف نوع المرض هو أكثر من نوعه رح أشرح عنه في فيديو بعد هيك طويل إن شاء الله يعني تغيير لون عرف أو لحميات الدواجن بشكل تدريجي من الأحمرار الطبيعي للأصفر أو حتى للأزرق يعتبر حالة مرضية وحالة مرضية صعبة وممكن تؤدي لوفاة الدواجن خلال يومين أو أربع أيام يعطيكم العافية وشكرا لكم